موسيقى مساء الخير متابعي تقس العرب وإليكم الآن النشرة الجوية المتوقعة لهاي الليلة ونهار غد الثلاثاء بإذن الله اليوم الاثنين نهاراً سادت المملكة وعموم مناطق المملكة أجواء لطيفة مستقرة ودرجات حرارة كانت حول معدلاتها السنوية أما في هاي الأثناء وصاعات الليل درجات الحرارة رح تكون متدني نوعاً ما وطبعاً الأجواء باردة نسبياً نستعد وإياكم درجات الحرارة متوقعة في العاصمة عمان في هاي الأثناء تسع درجات ميئوية مع غيوم متفرقة الملموسة أيضاً تسعة ونسبة الرطوبة عالية 82% وسرعة الرياح 9 كم في الساعة نهار غد الثلاثاء بإذن الله يطرق ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى بقليل من معدلاتها السنوية نستعد وإياكم درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله في عموم مناطق المملك ابتداء شمالاً وإربد نهاراً متسجل عشرين مع غيوم متفرقة عشرة ليلاً المفرق نهاراً 22 ليلاً ثمانية جرش 21 نهاراً عشرة ليلاً وعجلون 17 نهاراً وبتنزل بالليل لتسع درجات ميئوية ننتقل الآن إلى المناطق الوسطى مع العاصمة عمان 18 نهاراً سبعة ليلاً كلما البلقاء ومادبة 18 نهاراً وثمان درجات ميئوية ليلاً الزرقاء 22 نهاراً تسعة ليلاً البحر الميت والأغوار 24 درجة ميئوية نهاراً مع أجواء دافئة و17 درجة ميئوية تنزل ليلاً ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية والكرك 17 نهاراً سبعة ليلاً غيوم متفرقة الطفيلة 15 نهاراً 6 درجات ليلاً معان 20 نهاراً 5 ليلاً الشوبك 12 درجة ميئوية نهاراً وبتنزل بالليل لأربع درجات ميئوية العقبة 25 درجة ميئوية نهاراً أجواء لطيفة أشبه بنبيعية و14 درجة ميئوية تنزل ليلاً ننتقل أخيراً إلى المناطق الشرقية وكل مرويشد الصفاوي والأزرق 25 درجة ميئوية نهاراً أمن بالليل بتنزل لحت 8 درجات ميئوية متابعينا كان هذا كل ما لدينا حتى هذه الساعة تصبحون على ألف خير موسيقى